موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فنلتقي اليوم على بركة الله عز وجل مع الدرس السادس والخمسين من دروسنا في أصول الفقه بمثن جمع الجوامع وما زلنا في الكتاب الثاني السنة وما زلنا منه في الكلام عن الأخبار وقد وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى وأبا قوم تعريفه كالعلم والوجود والعدم وأبا قوم تعريفه ضمير يعود على الخبر فقد تقدم الكلام عن أن الأخبار أو أن الكلام المركب منه ما هو خبر ومنه ما هو ليس بخبر بل هو إنشاء كما استرح عليه أو تنبيه وقلنا بأن المصطلح عليه بالخبر هو ما يحتمل صدقا أو كذبا لذاته والإنشاء مالس كذلك ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا فإذن الفرق بينهما أن الخبر هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب ويضيفون هذا القيد وهو لذاته بمعنى أننا عندما ننظر إلى الخبر في حد ذاته بغض النظر عن جهته وعن مصدره وعن قائله والمخبر به عندما ننظر إلى الخبر هكذا فإما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا يعني إذا كان مطابقا للواقع فهو صادق وإذا كان غير مطابق فهو كاذب ومنهم من أضاف الاعتقاد إلى ذلك كما سنرى إذن فقولنا الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب أو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته المقصود بقولنا لذاته أي بالنظر إليه في حد ذاته دون استحضار مصدره وقائله لأننا لو استحضرنا المصدر القائل له أي لهذا الخبر وأدخلناه في الاعتبار وراعيناه في التعريف وفي الحد فحينئذ قد يكون الخبر صادقا محضا ولا وجه لكونه كاذبا وقد يكون كاذبا محضا ولا وجه لكونه صادقا فالخبر الصادر عن الله عز وجل هو صادق قطعا إذا استحضرنا الجهة واستحضرنا المصدر الذي منه الخبر فعلمنا مثلا أن الخبر من الله سبحانه وتعالى كالقرآن الكريم وكذلك إذا علمنا أنه من رسوله صلى الله عليه وسلم فحينئذ الخبر هنا ليس إلا صادقا ولا احتمال لكذبه أبدا فلذلك قالوا لذاته محتمل الصدق والكذب لذاته أي بالنظر إليه فقط لا بالنظر إلى نقائله وإلى مصدره المصنف رحمه الله تعالى قال وَأَبَى قَوْمُونَ تَعْرِيفَهُ أي هناك من الأئمة من أبى أن يعرف الخبر لأنه أمر يفهم فهما ذروريا يعني يمكن التوصل إلى معناه وإلى حقيقته عن طريق الضرورة لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى إعمال النظر وإلى إعمال الدليل وما إلى ذلك بل هو يفهم ضرورة تلقائيا فلذلك لم يعرف البعض مثل ما فعلوا في تعريف العلم والوجود والعدم فمن العلماء ومن الأئمة المعتد بهم من لم يعرف العلم كما تقدم لنا في كتاب المقدمات فبعض الأئمة لم يعرف العلم وبعضهم قال إنه عسل لا يعرف وكذلك الأمر بنسبة للوجود كيف يعرف الوجود وكذلك كيف يمكن أن نعرف العدم الذي هو ضد الوجود ومن هذا القبيل يقول المصنف رحمه الله تعالى في موضوعنا هذا من هذا القبيل الخبر أي هناك من كفى عن أن يعرف الخبر لأنه معروف درورة لا يحتاج إلى إعمال نظر حتى نعرفه تعريفا يمكن أن ينظر إليه القارئ والدارس بنظره العقلي ولذلك قال وَأَبَا قَوْمٌ تَعْرِيفَهُ أي تعريف الخبر ووضع حد له وتعريف جامع مانع له وَأَبَا قَوْمٌ تَعْرِيفَهُ كَالْعِلْمِ أي كما أبوا أو أبى غيرهم تعريف العلم وتعريف الوجود وتعريف العدم فإذن هذه المصطلحات الأربعة من العلماء من يرى أنها مفهومة ومدركة ضرورة يعني العلم بها علم ضروري وليس نظريا ولذلك لا تعرف لأن ما يحصل للإنسان وما يقع له من الإدراك بشكل ضروري وبعلم ضروري هذا لا نحتاج حينئذ إلى تعريفه ثم بعد ذلك قدم لنا بعض التقريبات يعني حاول أن يعرف لنا بشكل تقريبي هذا المصطلح الذي هو الخبر قال وقد يقال طبعا حينما نقول الخبر الخبر وقصيمه الذي هو الإنشاء الذي هو الإنشاء فإذن المصنف رحمه الله تعالى عرض علينا جملة من التعريفات التي هي تعريفة تقريبية تعريفات تقريبية للإنشاء ولي الخبر وخصوص الخبر هو بيت القصيد عنده هنا قال وقد يقال وهذا هذا الأسلوب هذا قد يقال يعني يقال بني المجهول وقد التي تفيد التقليل هنا عندما تلخل على المضارع في كلام البشر فتفيد التقليل قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجيل الزلل لكن إذا يعني وردت في القرآن الكريم فالغالب الأغلب وخصوصا إذا وردت يعني في حق الله عز وجل فإنها إنما تفيد التحقيق قد يعلم الله ما أنتم عليه فعلمه بما نحن عليه هو قطعي جازم لا مراء فيه أبدا وقد يقال الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام قد يقال أن يمكن أن نقرب معنى الإنشاء والخبر بهذا التعريف الذي هو كما قلنا تقريبي والذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى بأسلوب هو أشبه ما يكون بأسلوب التمرض الذي يفيد أن ما يعني ما قدم من هذا التعريف ليس يعني بالتعريف المتفق عليه ولا بالتعريف الجامع المانع الذي لا اعتراض عليه ولا تعقيب عليه وقد يقال الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام إذا قلت لك مثلا قم فهذا كلام لأنه مركب من فعل وفاعل وهذا التركيب يحسن السكوت عليه فهو إذن كلام يعني هذا هو الكلام هو ما تركب يعني من بعض أجزاء الكلم أو من أجزاء الكلم كلها ولكن تركب تركيبا يحسن السكوت عليه لما فيه من الإفادة كلامنا لفظ مفيد كاستقم فإذا قلت لك استقم فهذا كلام هذا كلام تام لأنه يحسن السكوت عليه ولأنه مفيد فإذا إذا قلت لك قم هذا كلام يحصل مدلوله في الخارج يعني خارج الدهن بمعنى في الواقع الخارجي أنني عندما أقول لك قم فالامتثال لهذا الأمر يجعلك تقوم يحصل منك القيام والقيام الذي يحصل منك هو أمر خارج وفي نفس الوقت حصل بهذا الكلام بقوله لك قل قم عندما قلت لك قم وأمرتك بالقيام يلي هذا الأمر بالقيام حصول هذا المأمور به فيقوم المأمور يقوم إذن هذا معنى قولنا ما يحصل مدلوله ومدلول الإنشاء هو في هذا المثال هو الأمر بالقيام ما يحصل مدلوله في الخارج أي خارج الدهن وخارج الكلام نفسه يعني بالكلام حصول هذا المدلول في الخارج يكون بالكلام أي بقولنا قل وبقولنا يعني إجليس أو أي فعل آخر من أفعال الأمر فإن الأمر على كل حال هو من الإنشاء وكما تقدم لنا بالأمس أن عندنا الاستفهام والأمر والنهيو هذا كله يطلق عليه الإنشاء وهو ما يقابل الخبر إذن الإنشاء يمكن تقريب معناه بهذا التعريف وهو ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام فلولا الكلام لا ما حصل لو لا قولنا قم فإن الإنسان لا يقوم لأنه غير مأمور بالقيام غير مخاطب بهذا القيام لكن لما تكلمنا لما جاء الكلام وصيغة بهذه الصيغة وفيه مخاطب وجهت له هذه الصيغة فقيل له قم إذن هذا كلام له مدلول في الخارج وهو حصول القيام من المأمور والخبر خلافه والخبر خلافه بمعنى أن الخبر على خلاف هذا الإنشاء الذي يكون يحصل مدلوله بالكلام في الخارج يحصل مدلوله في الخارج بسبب الكلام الذي توجه إلى الجهة المخاطبة الخبر خلافه ثم بين كونه مخالفا للإنشاء فقال أي ما له خارج صدق أو كذب إذن نلاحظ أن الإنشاء في التعريف السابق والتمثيل له بذلك المثال لا علاقة له بالصدق ولا بالكذب عندما قلت لك قم فهذا كلام نجه إليك وتحقق مدلوله في الخارج بأن حصل منك القيام وكل ذلك لا علاقة له بصدق أو بكذب لكن الخبر على العكس من ذلك الخبر له خارج نعم ولكن هذا الخارج يكون إما صادقا وإما كذبا يكون إما صدقا وإما كذبا يوصف بأحدهما بأحدهما فلو قلت لك قام زيد هذا خبر لأنني لا أمرك فهذا ليس بإنشاء قام زيد فحينئذ إذا نظرنا إلى الخارج إلى الواقع الخارج الذي هو خارج عن الدهن وعن هذا الكلام فإما أن يكون زيد قد قام بالفعل فالخبر حينئذ يوصف بالصدق وإما أن لا يكون قد قام زيد فالخبر حينئذ يوصف بالكذب وهذا هو الفرق الجوهري بين الخبر وبين الإنشاء وهو ما قلناه سابقا من أن الخبر يحتمل الصدق أو الكذب والإنشاء لا علاقة له بذلك فلا يحتمل صدقا ولا كذبا والخبر خلافه أي ما له خارج صدق أو كذب ولا مخرج عنهما يعني لا مخرج له عنهما عن الصدق والكذب فإما الصدق وإما الكذب إلا أنه إما مطابق للخارج أو لا إما مطابق للخارج أو لا يعني الكلام الذي هو خبر كقولنا قام زيد ننظر إلى الواقع الخارجي أي الخارج عن الدهن وعن الكلام فإن وجدنا الخبر مطابق للواقع فهو صادق وإن وجدناه غير مطابق فهو كاذب إذن هذا الذي يزيد به الخبر كذلك وهو المطابقة أو عدمها المطابقة للواقع الخارجي أو عدم مطابقته له إلا أنه إما مطابق للخارج أو لا فالإنشاء ليس له ذلك الإنشاء لا يكون إما مطابق للخارج أو لا وإنما يعني يكون مدلوله في الخارج بمجرد الكلام بمجرد الكلام ثم قال رحمه الله وقيل بالواسطة وقيل بالواسطة وهذا قول يفيد أن الخبر قد يكون موصوفا بالصدق وقد يكون موصوفا بالكذب وقد يكون موصوفا بهما أو غير موصوف بهما وما عبر عنه بالواسطة وهذا القول الثالث إنما جاء أو 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 صاغه أيضا بصيغة التمريض قال وقيل بالواسطة ومعظم من قال بالواسطة المعتزلة لذلك جاءنا بأقوالهم فقال وقيل بالواسطة فالجاحض إذن الجاحض طبعا هو من المعتزلة ومن أئمة البلاغة والعارفين بأسرار اللغة العربية وهو من المعتزلة أذيب معروف نقل قوله هنا فالجاحض إما فالجاحض إما مطابق مع الاعتقاد وانفيه أو لا مطابق مع الاعتقاد وانفيه فالجاحض بمناء فالجاحض قال هذا هو لأن المتنى مختصر جدا وكل ما يمكن الاستغناء عنه من الألفاظ فيستغناء عنه لذلك عوض أن يقول فالجاحض قال إما مطابق هذا معروف عند أصحاب المتون أن هم يحذفون بعض الألفاظ كقولهم قال أو يقول أو ما إلى ذلك إذا ذل السياق عليه فالجاحض إما مطابق مع الاعتقاد وانفيه أو لا مطابق مع الاعتقاد وانفيه يعني قسم الخبر إلى قسمين وكل قسم فيه صورتان يعني الخبر إما أن يكون مطابق للواقع مع الاعتقاد أو غير مطابق للواقع مع الاعتقاد أو مطابق للواقع وليس عندنا اعتقاد وغير مطابق للواقع وليس عندنا اعتقاد إذن معنى هذا أن الخبر عند الجاحض ينقسم إلى هذه الأقصام القسم الأول قال إما مطابق مع الاعتقاد مع الاعتقاد بمعنى أن المخبر الذي قال قام زيد إذا أخبرنا شخص بقوله قام زيد وكان يعتقد أن زيد قام بالفعل إذن فهذا خبر مطابق للواقع ومطابق لاعتقاد المخبر فهذا هذا يسمى صادقا هذا الذي يسمى صادقا إذن إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه يعني أن يكون مطابقا مع نفي الاعتقاد بمعنى أن المخبر عندما قال لنا قام زيد خبره جاء مطابق للواقع ولكنه لم يعتقد مطابقته أو لم يعتقد شيئا أو لم يعتقد شيئا ثم العكس كذلك هذه الصورتان كما يعني تقرران في المخبر إذا طابق أو كان خبره مطابق للواقع مع اعتقاده أو مع نفي اعتقاده فكذلك إذا أخبر بخبر وهو يعني خبره غير مطابق للواقع وهو يعتقد أنه غير مطابق إذا قال لك لم يقم زيد وهذا المخبر بانتفاع القيام عن زيد هو يعتقد أن زيد لم يقم إذن فهذا يعني كلامه هذا يعني يدخل في هذه الصورة لأن المخبر إما أن يكون خبره مطابق للواقع وكذلك مطابق لإعتقاده أو أن يكون خبره غير مطابق للواقع وغير مطابق لإعتقاده كما لو أخبرنا بأنه لم يقم وهو قد قام إذن فهذا وهو يعتقد أنه قد قام أيضا بمعنى أنه خالف الواقع خبره هذا خالف الواقع كما خالف اعتقاد المخبر نفسه فهذا كذيب الأول بصورته صادق إذن فمعنى هذا أن الجاحظة ركز على جانب الاعتقاد على وجود الاعتقاد عند المخبر أو عدمي ففرق بين أن تخبر بخبر وأنت تعتقد وقوعه ومطابقته للواقع وبين أن تخبر بالخبر وأنت تعتقد عدم مطابقته للواقع فإذن نقوم خبرك إذا أردنا أن نصفه بالصدق أو الكذيب نقومه بناء على اعتقادك على وجود اعتقادك أو عدم وجوده ثم إن الخبر إذا كان صادرا ممن لاعتقاد له وهو الذي يسمونه بالساذج بفتح الذال الساذج هو الخالي من الاعتقاد هو الذي لاعتقاد له فمن أخبرنا بشيء لم يعتقده لاعتقاد له فيه قال قام زيد وهو لا يعلم هل قام أو لم يقوم ربما سمع الكلام فقاله إذن هذا هو الساذج وهذا هو الذي يسمى الواسطة هذا هو الواسطة بين أن يكون الخبر كاذبا أو أن يكون صادقا لأننا إذا كنا نحاسب الخبر في الصدق والكذب على أساس الاعتقاد فهذا الاعتقاد له فيحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا لذلك قال إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه مع الاعتقاد أي مع اعتقاد المطابقة خبره مطابق وهو يعتقد أنه مطابق أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه فالثاني أي نفيه الاعتقاد في الحالتين معا فالثاني فيهما واسطة واسطة فالمقصود بالواسطة الواسطة بين الصدق والكذب ليس صدقا ولا كذبا لأن المخبر لا اعتقاد له لو كان له اعتقاد فننظر هل طابق الاعتقاد أو لم يطابق هذا الخبر فما طابق اعتقاده هو صادق فيه وما لم يطابقه فهو كذب فيه لكن هذا الاعتقاد له أصلا فلذلك قال فالثاني فيهما أي عند نفيه الاعتقاد لا يعني في الصورة الأولى مطابق مع الاعتقاد ولا في الصورة الثانية مطابق مع يعني لا مطابق مع الاعتقاد إذا نفي الاعتقاد في الصورتين معا فتلك هي الواسطة ثم ساق لنا كلام غير الجاحذ فقال وغيره أي وقال غير الجاحذ وغيره الصدق المطابقة لاعتقاد المخبير طابق الخارج أو لا وكذبه عدمها هذا اختصر كلام الجاحذ وهذبه فالصدق عنده صدق الخبر عند هذا الكلام عند هذا التعريف هو أن يطابق الخبر اعتقاد المخبير فإن طابقه فهو صادق فالخبر صادق حتى ولو كان غير مطابق في الواقع فلو قال لنا شخص قام زيد وهو يعتقد أنه قام اعتقاده أنه قام فإن خبره موصوف على هذا القول بأنه صادق حتى ولو لم يقم زيد في الواقع وفي الحقيقة حتى لو لم يقم فاعتبرنا الصدق على أساس اعتقاده حكمنا الاعتقاد في التصديق أو التكذب لذلك قال وغيره الصدق المطابقة لاعتقاد المخبر طابق الخارج أو لا أي سواء طابق الواقع الخارجي فعلا أو لم يطابقه فالمخبر بقيام زيد إن كان يعتقد قيامه هكذا إن كان حقا يعتقد قيامه فإنه صادق ولو لم يكن زيد قائما في الواقع الخارجي وكذبه عدمها إذ كان المخبر الذي قال لنا قام زيد يعتقد عدم قيامه فإنه كاذب ولو كان زيد قائما في الواقع لذلك قال طابق الخارج وكذبه عدمها أي عدم اعتقاده المطابقة ثم قال فاستاذج واسطة فاستاذج واسطة إذن استاذج هو الذي لاعتقاد له فهو واسطة بين أن يوصف كلامه وخبره بالصدق أو بالكذب ثم جاءنا بتعريف آخر للراغم الأسفهاني صاحب مؤلفات الدقيقة وصاحب يعني معجم مفردات غريب القرآن الكريم يقول والراغم الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد تقريبا مثل ما قاله الجاحظ يعني أن الخبر إنما يوصف بأنه صادق إنما يوصف بالصدق إذا كان مطابقا للواقع مع اعتقاده بذلك يعني إذا كان المخبر أخبرنا بقيام زيدين وهو يعتقد أنه قام إذن فهذا يوصف خبره بالصدق الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد يعني أن يطابق الخبر الواقع الخارجي ويطابق الاعتقاد كذلك فإن فقدا فمنه كذب وموصوف بهما فإن فقدا يعني مطابقة الواقع ومطابقة الاعتقاد مطابقة الواقع ومطابقة الاعتقاد إذا فقدا معا أو فقد أحدهما فإن فقدا فمنه كذب وموصوف بهما بيجي هاتين فمنه الكذب إذا كان غير مطابق لا للواقع ولا للإعتقاد فهذا كذب ويكون موصوفا بهما أي بالصدق والكذب باعتبارين باعتبارين يعني أن يكون صادقا بأحدهما وغير صادقين بأحدهما يعني إذا اختلف اختلفت المطابقة الواقعية أو الخارجية مع الاعتقاد إذا قال لنا قام زيد قام زيد وزيد فعلا قام في الواقع الخارجي قام ولكن المخبر لم يكن يعتقد أنه قد قام وكذلك إذا كان يعتقد قيامه فوجدناه غير قائم فإذا تخلف أحد الأمرين وهو مطابقة الواقع الخارجي ومطابقة الاعتقاد إذا تخلف أحدهما دون أن يتخلف معا فهذا يوصف أي هذا الخبر يوصف بالصدق والكذيب معا ولكن بجهة يعني باعتبارين نقول إن الخبر صادق باعتبار وغير صادق باعتبار آخر ثم انتقل رحمه الله تعالى في ختام هذا المبحث مبحث كلام في الأخبار إلى بيان حقيقة مدلول الخبر قال ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها وفاقا للإمام وخلافا للقراف وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا أراد هنا أن يبين لنا أن مدلول الخبر أي ما يدل عليه الخبر ما يدل عليه الكلام الخبري لأن الكلام إما إنشاء وإما خبر فإذا الإنشاء هو ما لا علاقة له بالصدق والكذب أي كلام فيه أمر أو ناهي أو استفهام أو ما أشبه ذلك من التعجب وغير ذلك مما لا علاقة له بالصدق والكذب فهذا إنشاء وهذا لم يفصل فيه لأنه على كل حال لا إشكال فيه الإشكال والاختلاف إنما وقع في الخبر بدليل ما تقدم عرضه من الأقوال في تعريفه هل هو ما طابق الواقع يعني صدق الخبر هل هو ما طابق الواقع فقط أو ما طابق الواقع والاعتقاد أو ما طابق الاعتقاد فقط كل ذلك على كل حال قد مر بنا فإذا الذي فيه الإشكال والذي فيه الخلاف إنما هو الكلام الخبري أي الذي يحتمل الصدق والكذب هذا الكلام الخبري ما مدلوله إذا كان عندنا كلام خبري قام زيدون أو زيدون قائم يعني هذا الخبر ما هو المدلول الذي يتمركز عليه ويتمحور عليه ويفيده قال ومدلول الخبر الحكم بالنسبة الحكم بالنسبة بمعنى قولنا زيدون قائمون مدلول هذا الخبر أي الذي يقصده المتكلم أو الذي يفرض أن يقصده هو نسبة القيام إلى زيد لا أقل ولا أكثر فقولنا زيدون قائم هذا خبر مدلوله مدلوله يعني عند البلاغيين هو نسبة القيام إلى زيد ولا يتعلق بثبوت هذه النسبة أو بعظم ثبوتها فإذا عندنا مسألتان مستقلتان منفك أو بعضهما منفك عن بعض مسألة اللولة هي النسبة عندما نقول زيدون قائم إذا نسبة القيام إلى زيد إضافة القيام إلى زيد هذه مسألة والمسألة الثانية يعني ثبوت القيام لزيد ثبوت هذه النسبة ثبوتها هذه مسألة أخرى فالخبر لا يدل على ثبوت النسبة وإنما يدل على يعني الحكم بها يدل على الحكم بها عندما أقول لك زيد قائم فعند علماء البلاغة طبعا علماء الأصول هنا يقررون مباحث البلاغة لأن هذا الكلام هو الذي نجده عند البلاغيين فمن ذهب إلى التلخيص للقزوين رحمه الله تعالى وإلى شروحه سيجد هذا الكلام ببسوطا هكذا هناك نقل عن الجاحض وعن غيره وغيره نفس التعريفات ونفس الأقوال التي تقدمت لنا سيجدها مبسوطة وممثلا لها إذن فكلهم يقصدون بالخبر يقصدون يعني النسبة نسبة يعني شيء إلى شيء عند إسناده إليه عندما أقول زيد قائم فقد أسندنا القيامة إلى زيد وإذن ذلك الإسناد هو الذي يدل عليه الخبر هو مدلول الخبر ولا يدل على أن هذه النسبة ثابتة بمعنى أننا عندما نقول زيد قائم أو قام زيد ليس معنا كلامنا هذا أن زيدا قام بالفعل لا نحن ننظر فقط إلى الألفاظ ننظر إلى الألفاظ إلى مبتدأ وخبر وإلى فعل وفاعل فالمعنى نقرره انطلاقا من الألفاظ دون أن ننطلق من الواقع الخارجي واقع الخارجي إذا أرضنا أن نعرف الصدق والكذب أما الكلام الخبري فإنما يعني يدل على نسبة فالحكم بهذه النسبة يسمى الخبر يسمى الخبر أما ثبوت هذه النسبة فعلا فهذا أمر آخر وذلك يعني مسألة أخرى لذلك قال ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها وفاقا للإمام والإمام هنا والرازي كما هو معروف دائما إذا أطلق الإمام فأقصد به الرازي وخلافا للقرافي إذن فالقرافي ذهب إلى أن الحكم بالنسبة أن مدلول الخبر هو الحكم بالنسبة وثبوتها وثبوت هذه النسبة أو ثبوتها والحكم بثبوتها دليل من قال إن المدلول الخبر هو الحكم بالنسبة لا بثبوتها أننا لو كنا في الخبر بأن مدلوله هو ثبوت النسبة إذا لسا عندنا إلا الأخبار الصادقة إذا قلت لك قام زيد وهذا خبر ومدلوله قيام زيد بالفعل إذا كان المعنى هكذا فلا يكون عندنا خبر موصوف بالكذب فكل الأخبار تكون صادقة وهذا غير مقصود عند أحد من علماء البلاغة وتبعا لهم علماء الأصول في هذه المسألة ثم قال ومورد الصدق والكاذب النسبة التي تضمنها ليس غير ومورد الصدق والكاذب النسبة التي تضمنها فعندما نقول في خبر معين مثلا زيد قائم أو قام زيد فالصدق والكاذب هو التحقق من هذه النسبة هل هي واقعة فعلا في الخارج أو غير واقعة إذا كانت واقعة فالخبر موصوف بالصدق وإلا فهو موصوف بالكاذب أو إذا قلنا بالاعتقاد كميزان لهذا فنقول ما طابق الاعتقاد فهو صدق وما لم يطابقه فهو كاذب إذن ومورد الصدق والكاذب يعني الصدق والكاذب إنما يردان ويقعان على جهة معينة وهي النسبة التي تضمنها ذلك الخبر وليس غير ليس الثبوت كقولنا كقائم زيدين كقائم في زيدين لماذا قلنا هذا الكلام الحقيقة هو كلام مهم جدا كما سيتضح من المثال لأن الخبر قد يوتى به للنسبة ولكن قد يكون معه لواحق قد يكون في هذا الخبر لواحق تعريفية وموضحة فقد يفهم بعض الذين يسمعون هذا الخبر غير النسبة منه غير النسبة منه فلذلك أراد مصنف رحمه الله في ختام هذا المبحث أن يبين لنا أن مورد الصدق والكاذب في الخبر إنما هو النسبة يعني الخبر إذا أردنا أن نعرف الصدق والكاذب فيه فإنما يتعلق ذلك بمورده أي بما وقع عليه وبما ورد فيه لا بغير ذلك من لواحق لأن مثلا يعني كأن ممكن أن نقول قام زيد أو زيد قائم وممكن أن نقول زيد ابن عمر قائم لو قلت لك زيد قائم كلام واضح لا يوجد إشكال لأن لسا هناك لواحق لسا هناك كلام آخر غير المسندي والمسندي إليه ولكن إذا قلت لك زيد ابن عمر قائم زيد ابن عمر قائم فهذا الخبر على أي شيء يدل أو ما مورده على أي محل ورد ما المورد الذي يحمل عليه الجواب يحمل على أن القيام ثابت لزيد زيد ابن عمر قائم إذن فالنسبة هذه التي هي نسبة القيام إلى زيد هي مورد الخبر أما قولنا ابن عمر هذا الزيادة هذا الذي من اللواحق الموضحة والمعرفة عنه عرفنا المخبر بأن زيد الذي يخبر عن قيامه أنه ابن عمر حتى نميز بين الزيدين وحتى نعلام الزيد المعلوم المقصود عند المتكلم إذن قوله زيد ابن عمر قائم فكلامه هذا إنما جئ به لإفادة هذه النسبة وهي نسبة القيام إلى زيد أما كون زيد ابن عمر هذه البنوة لم يأتي الخبر لإثباتها لم يأتي الخبر لإثبات بنوة زيد لعمر لذلك قال ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها ليس غير أي ليس هناك شيء آخر يفيده الخبر ثم امتلب قال كقائم في زيد ابن عمر قائم زيد ابن عمر قائم إذن فهذا الخبر إنما يفيد نسبة القيام إلى زيد لا بنوة زيد يعني هذا الخبر لم يؤت به مورده ليس هو أن يثبت لنا بنوة زيد لعمر ليس مورد الخبر ومحل إيراد هذا الخبر هو أن يقول لنا المخبر إن زيد بنوته لعمر ثابت ليس هذا مقصوده ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا الشهادة بتوكيل فلان ابن فلان فلان شهادة بالوكالة فقط يعني لو أن أحدا وكل غيره ب بشيء بتوكيل فلان ابن فلان شهادة بالوكالة لو أنه وكله ليشهد عنه فالخبر حينئذ هذا الكلام إنما يفيد الوكالة ولا يفيد البنوة فإذا قال فلان ابن فلان وكلت وكل فلان ابن فلان فلانا فإذا هذه البنوة هنا غير مقصودة وإنما المقصود هو الوكالة هو الوكالة يعني الشهادة بالوكالة فقط ولكن هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى ومذهب بعض الشافعية لأنه قال وبعض أصحابنا والمصنف رحمه الله تعالى شافعي فهو يقصد أن هذا القول الذي يعني ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى قال به أيضا بعض الشافعية بأن الخبر في المتعلق بالتوكيل أو بالوكالة إذا ذكر فيه يعني الشخص الموكل إذا ذكر اسمه واسم أبيه أو اسم الموكل واسم أبيه فإن هذه البنوة لا تكون مقصودة ولا تكون هي مورد هذا الخبر لذلك قال ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا الشهادة بتوكيل فلان ابن فلان فلان شهادة بالوكالة فقط بالوكالة فقط وليست شهادة بالبنوة التي هي في هذا الكلام والمذهب أي عند الشافعية والمذهب بالناس بضمنا والوكالة أصلا المذهب في الشافعية كأنه أرد أن يكون مشهور عندهم في الشافعية والمعمول عندهم في الشافعية هو أن مثل هذه العبارة الخبرية التي وردت للوكالة هي تفيد الوكالة أصلا ولكنها تفيد النسب ضمنا فلا يمكن عزلها عن إفادة النسب إذن لكل حال هذا ما يتعلق بمبحث الكلام في الأخبار وبعد ذلك انتقى لك عادته رحمه الله تعالى إلى الحديث عن مسائل يعني مستقلة بعضها عن بعض إلى باقي المباحث وباقي مضامين هذا الكتاب قدمه على شكل مسائل مسألة كذا مسألة كذا مسألة وأول مسألة بدأ بها هي قوله مسألة الخبر إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلالا وكل خابر أوهام باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب أو نقص منه ما يزيل الوهمة إذن دخل الآن إلى هذه المسألة المهمة وهي تقسيم الخبر إلى مقطوع بالكذب وسيأتي الكلام عن الخبر المقطوع بالصدق ثم هناك نوع ثالث واسط بينهما وهو الخبر المضمون أي الذي يحتمل الصدق ويحتمل الكذبة بناء على الأحكام العامة التي قدمها في الخبر إذن هذه المسألة هذا موضوعها هو أنه يتحدث عن أنواع الخبر وأنه منهما هو مقطوع بصدقه ومنهما هو مقطوع بكذبه ومنهما هو مضنون فيهما أي مضنون الصدقي أو مضنون الكذب بدأ بالخبر المقطوع بكذبه حتى ينتهي منه لأن الكلام إنما هو كثير في الخبر الصادق وهو الذي يعنينا ولكن الخبر المقطوع بكذبه إنما بدأ به لأن لا نشتغل به ولأن لا يشوش علينا فبدأ به ليقصيه ولينتهي منه وينتقل إلى غيره فقال مسأله الخبر إما مقطوع بكذبه أي الخبر قد يكون كاذبا قطعا ولا وجهة لصدقه أبدا كالمعلوم الآن يمثل لنا يعطينا أمثلة وصورا للخبر المقطوع بكذبه قال كالمعلوم خلافه درورة أي الخبر الذي يعني نحن نعلم أن الصواب في خلافه وفي عكسه نعلم ذلك بالضرورة لا بغيرها بالضرورة كما لو قال لنا أحد إن النقيضين يجتمعان أو قال لنا إن النقيضين يرتفعان فالنقيضان لا يجتمعان هذا معلوم بالضرورة لا يمكن لشخص أن يكون متحركا ساكنا في وقت واحد استحيل لا يجتمعان الحركة والسكون لا تجتمعان فإما حركة وإما سكون أما أن نقول إنه في نفس اللحظة في نفس الثانية أو في نفس الجزء منها هو متحرك ساكن فهذا لا يقبله العقل ولا يقبله التصور فهو إذن من باب الجمعي بين النقيضين وكذلك إذا قلنا إنه أي الإنسان أو أي متحرك الحياة ولم صفة عامة إذا قلنا إنه لا يتحرك ولا يسكون لا حركة ولا سكون إذا قلنا في الحي بأنه لا حركة فيه ولا سكون إذا قلنا في الإنسان إنه غير واقف وغير جالس أو بعبارة أخرى يعني غير متحرك نقول من الأحسن غير متحرك وغير كين لأن إذا قلنا غير واقف وغير جالس قد يكون نائما وإن كان المناطق في مثل هذه الحالة يعني يعبرون عن عدم الحركة بكل ما يدل عليها من قيام من جلوس ومن يعني سلقاء ومن تكاء ومن غير ذلك المهم أنه يعني الحركة والسكون متناقضان فلابد أن يتصف الجسم جسم الحي بأحدهما فلا يمكن الجمع بينهما فيه ولا يمكن ارتفاعهما وزوالهما معا فيه فلابد إما متحرك وإما ساكن فإذا من أخبرنا بما يدل على الجمع بين النقيضين أو على ارتفاع النقيضين وزوالهما فهذا نعلم أن خبره كاذب قطعا لأنه لأننا نعلم بالضرورة لا بالنظري نعلم بالضرورة أن الإنسان إما متحرك وإما ساكن وأنه لا يمكن أن يكون عليهما معا لأن هذا من باب الجمع بين النقيضين ولا أن يزول عنه معا لأن هذا من قبيل الارتفاع النقيضين وكذلك لو أخبرنا مخبر فقال النار باردة النار لا تحرق فهذا كذلك يخالف المعلومة ضرورة لذلك خبره يعني كاذب قطعا قال أو استدلالا يعني إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلالا أو يعني بمعنى كالمعلوم خلافه استدلالا أي بالنظر بإعمار النظر لو جاءنا خبر يفيد شيئا وأعملنا النظر فأوصلنا إلى خلاف ذلك الذي أفذه الخبر مثلا كما لو قال لنا الفلسفي إن العالم قديم إن العالم قديم يعني العالم طبعا هو حادث وإنما نصل إلى إدراك أنه حادث عن طريق إعمال النظر عن طريق الاستدلال عن طريق الاستدلال وذلك بإعمال مقدمات تفضي إلى النتيجة فنقول العالم متحرك أو العالم يعني نعم العالم متحرك وكل متحرك المتغير وكل متغير حادث إذن نتيجة العالم حادث ويمكن أن نصل إلى شيء آخر فنقول وكل حادث له محدث فتكون نتيجة النتائج العالم له محدث وكلمة العالم تطلق على كل ما سوى الله عز وجل كل ما سوى الله فيطلق عليه العالم إذلك يقسمونه إلى العالم العلوي والعالم السفلي كل ما سوى الله فهو يعني العالم فإذن العالم بعلويه وسفليه حادث أي لم يكن فكان له بداية وله نهاية والله عز وجل له الذي أحدثه وأوجده لذلك من قال لنا بأن العالم قديم فخبره وكل وكل خبر أوهم باطلا وكل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب يمتلون للنوع الأول الذي هو كل خبر أوهم باطلا معنى أوهم باطلا يعني أوقع في وهمنا شيئا باطلا أدخل إلى ذهننا ما هو باطل ما هو باطل فالخبر الذي يدخل الباطل يدخل شيئا باطلا إلى أذهاننا فهذا خبر مقطوع بكذبه ويمثلون له بما نقل مما كان يقوله الزنادق يشوشون على عقائد المسلمين كانوا يقولون يروون حديثا يروونه على أنه حديث وأن الله تعالى خلق نفسه تعالى الله عن ذلك علو كبيرا يعني هذا الخبر عندما نتأمن فيه ونجده أنه يلقي بباطل في أذهاننا وفي أوامنا يوهم باطلا وهذا الباطل هو القول بحدوث ربنا عز وجل تعالى عن ذلك علو كبيرا فالله سبحانه وتعالى ليس بحادث إذ لو كان حادثا لحتاج إلى محدث وهو سبحانه وتعالى هو الذي يحدث كل من سوى هو الذي خلق هو الذي خلق كل من سوى لذلك فما روي في هذا الشأن من الزنادق والملاعدة الذين أرادوا الطعن في الدين وأرادوا أن يعني يفتنوا المسلمين في عقائدهم أخبارهم من هذا القبيل مكذوبة قطعا مكذوبة قطعا لأنها يعني توهم باطلا ولا تقبل تأويلا وكل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فمكذوب أي مكذوب قطعا لأنهم أن يتحدثوا في القسم الأول الذي هو الخبر المكذوب قطعا ثم قال أو نقص منه ما يزيل الوهم الخبر إذا كان فيه يعني إذا كان كلاما تاما وبعض ألفاظه لو أزلناها لو حذفناها لدخل الوهم إلى هذا الكلام إلى هذا الخبر فهذا أيضا مقطوع بكذبه والأمثلة في ذلك الكثير ومن ذلك الحديث الذي رواه أكثر من صحابي وهو عند الشيخين وغيرهما فمن هذه الحديث عن أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تأتي يعني أنه قال لا تأتي مئة سنة على الأرض وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم هذا حديث روية بعدة طرق مثلا عندنا طريق آخر عن ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته صلى الله عليه وسلم فلما سلم أي من الصلاة قام فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد هذا رواه البخاري المسلم وحديث أبي سعيد الذي ذكرته رواه مسلم وعندنا طريق ثالث عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة وهي حية يومئذ فلو أخذت هذه الروايات أو لو أخذت الحديث بطرقه هذه وبروايته هذه كلها كل حديث وكل رواية فيها كلمة اليوم لو حذفت اليوم لفسد المعنى ولذل على ما لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني الحديث الرواية الأخيرة عن جابر يقول فيها ما من نفس منفوسة اليوم فهو يتحدث عن النفوس التي يخاطبها حينئذ أو كان يخاطبها حينئذ فيريد أن يقول لهم بعد مئة سنة لن تجد أحدا ممن أخاطبه اليوم كل هؤلاء الذين كانوا زمان خطابه هذا صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا المغيب وهو أنهم بعد مئة سنة لن يبقى أحد منهم حيا وهذا من إخباره بالمغيبات عن جابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس منفوسة طبعا منفوسة هذا القيد هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الملائكة لأن الملائكة ليست أنفسهم منفوسة كما هو بالنسبة للإنسان ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة وهي حية يومئذ إذن فكلمة اليوم لو حذفتها لفسد المعنى ولصار مكذوبا مكذوبا لأنه حينئذ سيصير المعنى هو أن الناس جميعا أهل الدنيا كلهم سيموتون بعد مئة عام وما قصد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا إذن فهذا هو الذي قال فيه أو نوقص منه ما يزيل الوهمة والذي يزيل الوهمة في هذا الحديث هو كلمة اليوم إذا ذكرت اليوم فلا وهمة إذا حذفت اليوم إذا قلت مثلا ما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة سنة وهي حية يومئذ لو حذفت اليوم وكذلك لو حذفت يومئذ فيبقى المعنى غلطا يبقى المعنى كذبا وهو كأن ما أخبرنا حينئذ بأن جميع الأنفوس في هذه الدنيا وجميع الناس سيموتون بعد مئة عام وهذا ما يقصده أبدا ما يقصده أبدا لذلك قال أو نوقص منه ما يزيل الوهمة بمعنى أننا يجب أن نحافظ على اللفظة التي تزيل الوهمة وتبعده حتى نفهم الكلام الصحيح ولا نفهم الكلام الباطل ونقف عند هذا الحدي إن شاء الله تعالى ونلتقي بعد صلاة العصر مع الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر